الفترة من ديسمبر للنهاردة للمفاعل الرابع تعتبر فترة صغيرة في المشاريع النووية يعني على المقياس العالمي للمشاريع النووية ان تنجزيها في هذه الفترة انت كلي سبقى المخطط الزمنى سبقى ماذا يعني مفيش محطط نوية تعملت كنا برس الحطر يعني ودي نتيجة الحاجة ان المشروع ده تحت رعاية اتنين الرئيس المصري عبد الفتاة السيسي والرئيس الروسي او ريس الاتحادية بوتين وعشان كنا النهاردة هنلاقي الرئيس بوتين في الواحدة الرابعة معناها هي الواحدة الرابعة ان ان ما شو بدأ خلاص يعني ما شو بدأ تنفيذه خلاص الانشاءات بقى لعنى الصب الخرساني دي عبر اعني زي ما بتشوف العمارة بيعملوا صبه من تحت يعني صبه حوالي بتاعت ممكن نص متر او متر للربعة او متر عشان تشير العمار نفس الوضع بقى المحطة النوية حوالي اربعة متر خرسانة مسلحة عشان تشيل الاف الاطنان فوقها هتشيل مبنى مبنى حوالي ارتفاعه ستين متر من الخرسانة المسلحة ده اللي بيحمي المحطة النوية وعاء كده بيسموه وعاء الاحتواء عمزة النقوس كده بالظبط شكله زي النقوس ده بيحمي محطة النوية من المؤسرات الخارجية وده ارقى انواع معايير الاماني النووي في الجيل التالت المطور اللي هو موجود فين في الضبع فانت احنا كده انت ماشي على اعلى معايير الاماني النووي في موقع الضبع في وعاء احتواء وعاء احتواء ده يمنع عنها وعاء طيارة بوينج مثلا قتلتها 400 بتصير ب150 متر على الثانية القزاة في الصاروخية ما تقصرش السنامي ما تقصرش شوفنا في كوشيما 2011 السنامي هو اللي بقى دل الدنيا في كوشيما كان الاتفاع 50 متر وموجة الاتفاع 50 متر هنا ده ما يعمل اشعج الوعاء ده الفيطانات العصير كل الكوارث الطبيعية يعني كل الكوارث الطبيعية الشديدة كمان مش كوارث الطبيعية الشديدة اول